موسيقى وردة جايني أعطيه وردة و بلاستيك كمان يعني فالتلاف ليرة دافئ على الولد مشان يجي رطب وردة يجي رطب فيها خوف الله خوف الله من الأولى التوجيهي ما كلفته لميت ليرة عبعض مع المصروف كمان لقراية بالمدارس الحكومية كنا ندفع بالمرحلة اللي ابتدائي ثلاث ليرات و 15 قرش طول السنة طبعا 15 قرش قبل الثلاث هيش كانوا يقولون المعلمين والمدير لأنه 15 قرش هذول هلال أحمر شو هلال أحمر يعني يود شاش ريبنين لزيق بلاستر عشان يحطوه بغرفة المدير عشان إذا ولد انطرح أو قاروت انجرح اسم كبير عاد هلال أحمر بتحس حالك متبرع فيه لمنظمة دولية وبتساعد بغاذة الدارفور عاد كلهن شريطير بلاستر بغرفة المدير لآخر السنة واضحنا اطلعنا ملاح ما شاء الله علينا لساننا بلوكة ذالنا قد ما احنا شاطرين بالحتي يعني لا قرينا لا مدارس خاصة ولا مدارس ماصة المدارس الخاصة مليحة وكويسة وفيها عناية بس برضو بعضهم يعني فيها مبالغة كثير قال رسوم سنوية 2000 و 3000 و اشي سبعة و اشي عشرة حسب نجوم المدرسة لان المدارس صارت زي الفنادك خمس نجوم و ست نجوم و سبع نجوم مدرسة الجمتين مدرسة ثلاث ايش خمسة و كل ما صار الحتي بالانجليزي اكثر زادت المصاري اكثر يعني اذا رياضيات الانجليزي بتصير راقية والاجتماعيات كمان بلازم يكون بالانجليزي والعربي بالانجليزي والدين بالانجليزي حتى صاروا ترجم الحديث يعني قديش الحتي فرنجي بكون بده قروش برنجي واحد صاحبي راح يسجل ابنه بمدرسة خاصة قال له 3000 ليرة والباص خمسمية سنوي قالوا طيب بصير سسجل الولد بالباص لا مش بس الرسوم غالية الادوات الدفاتر من عندهم بس كل شيء بدك تدفع حقه عشر اضعاف الزيل موحد من عندهم و بدك تدفع حقه كمان القلام الالعاب احنا بايام المدرسة الحكومية قلم ومحاية حمراء كنا نوكل نصة لانه ريح تزاتية انتقطقها وبراي شفيطة بتفعت فاط ومصطرة بثلث قروش وسلامتكوا ولا كانوا لهم معالمين يحكوا ولا يسالفوا لا وكانوا في بعضهم يقول لك جيب محاية حمراء لانه ما بتشحبر اذا مش دخل اللون بالتشحبر بس كنا نرد عليهم هسا غير الادوات اقضى بانشطة غير منهجية اليوم بدنا نسوي كيكة يا بنات جيبونا عالدائر عشر ليرات كل واحد بمعطوا عشر ليرات اظل عشر ليرات يا عمي بيغدن عيلة عشان جوزين بيض وكيسين بيكين باودر وفانيلا بدكوا عشر ليرات جيبن جناحات الفراشة عشان ترقصوا باحتفال عيد الشجرة طبعا وين من باعين برضو بالمدرسة اشتروا لنا لباس ماشا دبدوب الحبوب عشرين ليرات لباس ميكي ماوس ثلاثين ليرات ساعات بنتن عشر ليرات سروالي عطيوي عشر ليرات ومنها السوالف لا في بعض المدارس عندهم ايش اسمه هانتنج ايجز يعني صيد البيض وعدما ما اخذه اللي بدو يشترك لازم يتفعله عشرين ليرات المس بتدفن البيض بالرمل وبيصير الولاد قال يدوروا عليه واللي بيلاقي بيضة بيفوز وبيصف قوله عن ناسف هاي بطل عشرين بعشرين هاي اربعمية ليرات كله هذا عشان يدوره بيض اي انا كنت فلي الخم تفلاية واروح باثنى عشر بيضة اومي مش عاجبها بتقول ابصر عشان من واحدة كسرت يوم ما هنه عشر جاجه وديتش يعني على الحزبة بكون الديتش بايل انسوا العلامات والتقدير ممتاز رائعة يا سونة احسنت يا اميرة اكسلنت يا حمودة ميات كلهم ميات مية 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 بتقول له اكتب لي ثلاث بتطل اخر السنة اذا ابنك فلتم تابع بالدار وبتقريه بكتب اسمه صح بكون ما حدا قدك يعني فرضا لو اسمه حسن احمد حسن احمد سبعة حرف بقسم 3500 ليرة على سبعة حرف بوقف عليك الحرف بخمسمائة ليرة يعني لو حفرت و سويت تسوية بتطلع ارخص من حرف الحا وعن نهاية السنة بجيبوا شهادة تقدير ومشلن وبلون وجوهها لولاد وبحطولهم طيري طيري يا عصفورة انا مثلك حلوة صغيرة وبظلهم يرقصوا تايدوخوا او ينزحوا وروح يركضوا على الحمام بكونوا لابسين طواقع التخرج والعابايات والاهالي معاهم فرحانين بالأولاد وبصف قولهم مبسوطين عليهم اي هاي طيري طيري المفروض ببالاش لا بكونوا دافعين بدل حفل التخرج 100 ليرة عشان جيبوهم ساحر يملغطوا لهم بالألوان زي ما قولنا المدارس الخاصة مهمة ومفيدة بس ما تكون البهرجة على حساب الجودة والتعليم ولو كانت البهرجة سبب بالتعليم ونشوفنا نتيجتها كان ما نشوفنا أولاد الحراثين دكاتر المهندسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة